اشتركوا في القناة في هذه الليالي وفي هذه الأيام لا بد أن نشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الفرج حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي مش بس هو بيده مفتاح الجنة لكن هو كمان إنما أنا قاسم والله يعطي إيش ربنا قسم لنا وإحنا في الأيام دي المباركات وإحنا في الظروف اللي إحنا فيها دي إيش ربنا قسم لنا وإحنا بتمر علينا هذه الأيام المباركات وإحنا بنمر وبنستقبل ذكرى الإسرائي والمعراج ما تتخضوش فيه وباء سرى في الناس واستهلكهم وأفسد حياتهم ولازم ننتبهي به وهو وباء الإدمان تستعجلش أنا مش بتكلم عن إدمان المخدرات وإن كان إدمان المخدرات جزء من الإدمان اللي أنا بتكلم فيه أنا أتكلم على إدمانات إدمانات خطيرة في حياتنا إدمان الكراهية وبيورثوه وبيعيشوه ولو الكراهية مش موجودة هتبقى مشكلة هنعمل إيه وإحنا في شهر رجب الأصم الذي تمنع فيه الحرب وأكيد بدل هو رجب الأصم يبقى يمنع فيه الصراع وكمان هو رجب الأصب الذي تصب فيه العطايا والمنح وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى صب على حضرة النبي منحة عظيمة لما كان في ديء ويا منحة الإسراء والمعراج كنت دايما بسأل نفسي ليه المصريين والأمة العربية كلها بيحتفلوا كل هذا الاحتفال بالأشهر التلاتة رجب وشعبان ورمضان لأننا وأنا بحلل شخصية المصريين وأنقلتها إلى الكلام عن شخصية المسلمين حسيت أن أمة بيدخلوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل دراسة كده بيدخلوا في فصل دراسة كده مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا في التلاتة شهر دول مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فصل شهر الرجب الأصب والأصم إيه الدرس اللي هيبقى فيه واللي من أجل درسها درس رحلة النور رحلة القرب رحلة الإسراء والمعراض هي دي الرحلة اللي احنا عايزين نقف أمامها عشان نعالج إيه نعالج ده الإدمان ده رحلة الإسراء والمهرج من أهم النمازج اللي موجودة في حياتنا اللي بتعالج إدماناتنا كل إدماناتنا على فكرة لأنها رحلة علمتنا إن الإدمان إيه اللي حاصل؟ إن الإدمان ما خلصت على الحياة ما تقدرش تتخلص من الإدمان كما إن الإدمان ما خلصت على الحياة إنت ما تقدرش تتخلص من الإدمان إلا بسبع خطوات سبع خطوات؟ آه سبع خطوات صحيح أغلب الدراسات في الإدمان قدمت لنا الاتناشر خطف تاعت الإدمان اللي بيمشوا عليها في علاج الإدمان بس أنا أقدم لكم نموذج داني لعلاج الإدمان أي إدمان أي إدمان أي أن كان نموذج الإسراء والمعارض بيقول لنا تعالوا نخرج من ضيق الضعف ضيق الهوان الهوان بقى على الهوان أمام السوشيال ميديا الهوان أمام الحقد الهوان أمام الانتقام الهوان أمام أي حاجة رجع حضرت النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو راجع بعد سوء أدب الناس مع حضرته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو بيقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس فربنا جبروا بهذه الرحلة جبروا بهذه الرحلة وهو بيقول مش راضي أنه يتعامل مع أذى الناس بأنه هو ينتق منهم فرسول الله قدم لنا نموذج عدم الانتقام ورحمة قدم لنا نموذج وكانهم بيقول لهم لو عايزين تبقوا زي تعالوا معايا في الرحلة دي رحلة السبع خطوات للتخلص من الإدمان فتعلمنا من رحلة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أن الخطوة الأولى للتخلص من إدمان خطوة اسمها المبادرة إلى التوبة المبادرة إلى التوبة ليه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل من في أول سماء قابل سيدنا آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح فتخلص من إدمانك للوجع وإدمانك للعصبية نتخلص إزاي؟ إنك تتوب إلى الله وتعترف تعترف إن التوبة فيه اعتراف اعترف إن ذلك الذي تدمنه يفسد حياتك اعترف بلاش إنكار بلاش تقول والله إن الغضب بتاعي والعصبية تحت السيطرة أو بلاش تقول إن انتقامك تحت السيطرة مع كل ده اللي بيقوله أصحاب الإدمان أو إنك تفرجعك على السوشال الميديا أنت ممكن تسيبه على كده قول إن إحنا وصلنا قول إن إنت وصلت لحد الإدمان اعترف وتوب إلى الله اتعلمنا ده لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قابل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قابل سيدنا آدم سيدنا آدم إيه اللي حصل؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه إنه هو التواب الرحيم فأصبح سيدنا آدم قيمة ورمز للتوبة طب إلى الله حتى وإن كنت في لحظة زوق مرارة المعصية معصية مثلا إنك تطولت على إنسان إنك أهملت أولادك إنك أساءت لزوجتك إنك كسرت خاطر حد طب وحتى لو أنت في مرارة المعصية طب دلوقتي طب على طول طب ما تيجب أن نتوب لكلنا دلوقتي عشان نخلص كل واحد فينا يستحضر الإدمان من إدماناته دلوقتي يقول دلوقتي طبت إلى الله وندمت على ذلك الإدمان وعزمت على ألا أعود إلى هذا الإدمان أبدا وأنت يا من تسمع توبتي على ما أقول شهيد دي أول خطوة في أول سماء قبل سيدنا آدم سيدنا آدم رمز الممبادرة بالتوبة والاعتراف دي أول خطوة الخطوة الثانية إنك تشعر إنك ما زلت في أمان الله يبقى الأول خالص اعترفت فغسلت تاني حاجة إن أنت في أمان الله أنت في سلام أولاك حتى لو كنت عاصيا ومذنبا لذلك حضرة النبي التقى في السماء الثانية بمين بسيدنا يحيا وسيدنا عيسى التقى بالأخوين في السماء الثانية عشان تتعلم إن كل ما فعلته من إدمان للمعصية وإدمان للضيق وإدمان للكابة وإدمان للانتقام وإدمان للصراع ليس نهاية العالم فأنت ما زلت في سلام الله وفي أمان الله فسيدنا عيسى قال والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي استنى كده وسيدنا يحيا إيه اللي حصل ربنا قال عن سيدنا حقي وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حي إيه ده سلامهم الاتنين فجمعهم السلام فأنت ما زلت في سلام الله وفي أمان الله والقادم يكون أحسن وتتياقن إن القادم يبقى أحسن يبقى الخطوة الثانية عشان تتخلص من إدماناتك آه أنت توبت من العصبية وإنت في أمان الله وهتتخلص من العصبية دي يبقى لازم يكون عندك إحساس بإن أنت ما زلت في أمان الله أنت ما خلاص ما وصلتش للنهاية لا إدمانك ده ما كانش النهاية الخطوة الثالثة أن يتولد فيك الشعور بالحياء من الله أنت مدمن آه مدمن العصبية مدمن مشاهدة الأفلام اللي يبقى مدمن مدمن يبقى عندك حياء من الله أنك تستحي من الله أنك تستمر في إدمانك للوجع وأن أنت في حضرة مولاك إزاي تحس بالوجع ده وإنت تحاسس وإنت ناس أن أنت في حضرة فالله خير ونحافظ وأرحم الراحم وعشان كده تيجي لخطوة الثالثة وحضرة النبي يقابل في السماء الثالثة سيدنا يوسف سيدنا يوسف عليه السلام في السماء الثالثة سماء الحياء من الله فإذا استحيلت من الله فلابد أن تتستر بستر الله عليك فالله سترني فإزاي أنا أستمر على الإدمان وأفضح نفسي وإزايك لازم يتولد عندك شعور بالحياء من الله لما تعرف أن ربك سبحانه وتعالى ناظر إليك وإنت بتعمل ده فتعرف نفس فتعرف الله سبحانه وتعالى بأنه ستار ستر الذنوب وأخفى العيوب وتعرف نفسك بالتقصير فتستحي من الله وتعرف أن الله كريم وأنت كنت صاحب التقصير فتستحي من الله يبس السماء الأولى سماء الاعتراف والتوبة وعدم الإنكار والرجوع إلى الله والمبادرة بالتوبة السماء الثانية السماء ليه السماء أن انت في أمان الله وفي سلام الله السماء الثالثة السماء الحياء من الله مع سيدنا يوسف السماء الرابعة ويا الخطوة الرابعة للتعافي من الإدمان خطوة المعرفة لذلك التقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابع مين لسيدنا إدريس عليه السلام رجل المعرفة والعرفان لذلك ورد في الأسرة إن أول من خط بالقلم سيدنا مين سيدنا إدريس عليه السلام لذلك الله سبحانه وتعالى رفعه مكانا عليه واذكم في الكتاب إيه إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليه ليه بقى قال عشان يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يبقى إيه اللي حاصل يبقى العرفان بقى العرفان إن أنت إيه العرفان ده هو اللي هيخرجك فترتحل إلى رحلة النور إلى الله فتعرف نفسك إنه تعرف مولاك الأول إنه هو الملك وإنت العبد فتخرج من قصة ما أدمنت إنه مفيش حد أنت مش عبد الحاجة أنت مش عبد لللي أدمنته أنت عبد لله فتخرج من إدمانك إيه ده يعني إلا أنا أدمنته ده مش أسرني مش ملكني مش أنا بقيت عبده أبدا أنت ما زلت عبدا لله فتعرف الله سبحانه وتعالى فسيدنا إدريس كان رمز للعرفان والمعرفة فأنت تتخلص من ده نروح للخطوة الخامسة بقى لازم تغير علاقاتك ولازم تجدد علاقاتك ولازم تبقى الخطوة الخامسة هي خطوة حسن الصحبة وعشان كده حضرت النبي التقى في السماء الخامسة بسيدنا مين؟ سيدنا هارون الأخ الكريم فسيدنا هارون رمز للصحبة فتعلمنا من سيدنا إبراهيم أنه حافظ على المجتمع وحافظ على أمانه وهو اللي كر وهو اللي حصل من سيدنا هارون أنه هو إيه؟ حافظ على المجتمع ده ولذلك لما جيه سيدنا موسى يعطبه قال يا ابن أم إيه اللي حاصل؟ لا تأخذ بإيه؟ بلحياتي ولا برأسي ليه بقى؟ إني خشيته أنت أقول أفرقت بين بني إسرائيل ولم تركه بقول فحافظ على الصحبة وإن زيك عايز تتعافى يبقى عليك بالألاقة الجديدة بصحبة جديدة تخلصك من جلسات الإدمان فعشان كده تتخلص من إدمانك لابد أن يكون لديك صحبة صالحة معينة على التخلص من الإدمان الحاجة السادسة الخطوة السادسة إدارة الضغوط إن أنت تدير ضغوطك وأنا بنصحك إن أنت تشوف حلقة إدارة الضغوط اللي احنا تكلمنا عنها سواء إدارة الضغوط الزواجية أو إدارة الضغوط كمان في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب إيه اللي حاصل؟ فما تعرضش نفسك للضغوط وتتخلص فعشان كده حضرة النبي التقى بأشهر مدير للضغوط من الأنبياء مين؟ سيدنا موسى عليه السلام ضغوط إيه؟ ده ضغوط جبارة ده معاه قوم بني إسرائيل ده بني إسرائيل دولا عملوا في الأنبياء اللي معهم مالش ده قتلوا الأنبياء ضغوط كتيرة ضغوط كتيرة ده يدوبك عد البح فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ضغوط ضغوط كتيرة فسيدنا موسى كان نموذج لإدارة الضغوط ونزاك لما اضغط عليه فرعون والملأ من أوراه وقدامه البح فقومه قالوا له إيه؟ إنا لمدركون فرح جوابه العبقري اللي بيخليه يحس إن إدارة الضغوط دي لأنه عنده مدد من الله فقال كلا إن معي يا ربي سيهديه فلازم تدير ضغوطك عشان ما يحصلش انتكاسة وترجع لإدمانك مرة تانية آخر بقى خطوة في التخلص من إدمان هي خطوة اللي فيها التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا إبراهيم في السماء السابعة فتعلمنا من سيدنا إبراهيم في السماء السابعة سيدنا إبراهيم اللي اترمى بالمنجنيق في النار وإيه؟ وصبر وثبت فتعلمنا إن الخط الخطوة السابعة في التخلص من إدمان هي الصبر والثبات اللي تعلمناه من سيدنا إبراهيم عليه السلام آه النار اللي كان فيها سيدنا إبراهيم كان بتحرق الطير في السماء كان بتشوي الطير في السماء ولكن سيدنا إبراهيم جلس في النار يسبح بثبات عجيب وصبر وحافظ على ثباته والذي كيه الله سبحانه وتعالى جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم إيه اللي حاصل يخبرنا عن المهرك لأنه محل من محلات الراحة وعشان كده جات فيه الصلاة رحنا بالصلاة كتير مننا بيعاني من إدمانات الوجع والكآبة والقلق وبتستهلك حياته وبتدوبه فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن المعرق قطعة من الرحمة وإزايك نزلت فيه الصلاة إيه اللي نعمله بقى عشان من إجراءات عشان نقدر نتخلص من إدماناتنا وتساعدنا بقى كل هذا النموذج الرائع نعمله إزاي استحضر أكبر إدمان في حياتك وقل تبتوا إلى الله وعزمتوا على ألا أعود إلى هذا الإدمان أبدا وأنت يا من أنا في حضرته على ما أقول شايد وضع يدك على قلبك وقل بضعف وافتقار يا رب الضعيف أسألك من إدماني ومرض التخفيف وأذهب عني كل ما يخيف واجعلني في رحمتك أوسعك يا لطيف يا لطيف تاني حاجة نتعلم كل يوم حديث عشان ينور صدرنا ويا سلام بقى ونفتح بيه مجال من مجالات النور والمعرفة الله سبحانه وتعالى وحديث رسول الله عليه وسلم لطيف ولو عملنا الكلام ده تقرأنا الأربعين النووية ما أسنش في أربعين يوم إلا وقد طبنا من إدماننا نقرأه بهذه النية نقرأ كل حديث ونشوفه إزاي بينورنا طريق في التخلص من إدماننا تالت حاجة لازم تغير برنامج حياتك وممكن تجعله أسلاسا سلس للخلوة مع الله وإن كنت بين الناس وسلس الاكتساب المال وسلس اللي عايش مع أهلك وأعيالك على سنة رسول الله حاجة الرابعة ما تخليش أي يوم من أيامك يخلو من خدمة لإن من خدم يخدم اخدموا الناس ولو هتخففوا عنهم بكلمة ولو ببسمة ولو بدعاء ولو بأمل ولو بدعاء بظاهر الغيب فالخدمة بترقأ القلوب خمس حاجة خلي عندك ورد للحمد كل يوم وتعلق بالله فإن من تعلق بالله لا يفلته أقول كده يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي يا رب اجعلنا يا رب من أهل فهم هذا النموذج والتحرر من إدمنه ببركة هذه الأيام المباركات اجعلنا من أهل هذه النفحات واجعل أسرار المعراك تعرج بنفوسنا من ضيق أنفسنا إلى سعة سماء وصنك ومددك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نلتقي بحضراتكم بعض الفاصل مع أسئلتكم مبركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسيره ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسيره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مبركة وتكون فتح وبركة علينا وتوسع علينا مجالس العلم ونظل معكم في مدد مولانا سبحانه وتعالى الذي نسأله أن يوفقنا ويسدد خطان أول سؤال وصلنا بيقول دلوقتي يا شيخنا لو زوجها بتعاني من زوجها ويعلم ربنا هي قد إيه حاولت معاه إنه يتغير ويتقل لها لكن مفيش فايدة هو ولده على أربع بنات وللعلم ممت وخواته كويسين معاه وبيحبونا ويحبوها وبيقولولها كتر خيرك على أنك أنت مستحملها دلوقتي يا شيخنا هي جابت أخرها خلاص وتعبت وما عدتش عندها طاقة للتحمل وطلبت الطلاق فهو قال لها عشان أطلقك تبريني أنت أصلا ملكيش حاجة عشان أنت اللي طلبت طلاق هل الشرع يا شيخنا بيقول كده هو الشرع ما بيقولش كده في العلاقة كلها يعني علاقة كلها طبعا أنا عارف في عندنا نمازج وإحنا بنتكلم عنها نمازج بتبقى صعبة شوية ونموذج الإنسان الاعتمادي فهو في الحقيقة هو بيعمل كل اللي بيعمله ده لأنه هو وظائف الزوج مختلة شوية عنده هو إيه اللي حصل لما أنتوا جايين تفترقوا ده بيتأقف على وهو طلقك إزاي مش إن الواحدة لو طلبت الطلاق فجزة طلقها يبقى ملهاش حق لا هو طلقها إزاي لو طلقها الطلق المعروف إن هو طلقها فقط طلاقا رجعيا فيها تاخد كل حوقها لكن لو طلقها طلق على الإبراء وإحنا عندنا حاجة دايما بنتكلم مع الناس على مسألة الطلق النبيل لأن في الأخذ خالص أنت عندكم أولاد فإذا كان عندكم أولاد فلازم الطلق ده يكون طلق نبيل إحنا بنقول الناس بتقول بدل هي اللي طلبت الطلاق يبقى ملاش حق لا هو لو طلبتها هي الطلقه فطلقها طلقها راجعي ليها كل حوقها نفقت ليها مؤخر الصداق وليها النفقة سواء نفقة العدة أو نفقة المتعة كل ده ليها إنما لو هو طلق على الإبراء يبقى خلاص أنت اللي تنازلت عن حقك في كل مالك يبقى المسألة عن كيف كيف سيطلقك أما إذا كان هو بيقولك أنت بدل أنت اللي طلبت طلق يبقى ملكيش حق لا ده مش قانون في ناس كثيرة عندهم نبل واحدة طلبت طلقه مع ذلك يطلقها ويديها أموالها وده راجل نبيل أما إذا حصل التفاوض ده فهو إذا تلقق على الإبراء يبقى مش تاخد حقك هل ده واجب عليك أن أنت تأملي كده ومش من حقك أن أنت تتطلق وتاخد حقك لا الكلام ده مش صحيح هو حسب ما سيوطل لققي إذا تلقق طلاقا رجعيا يبقى إيه اللي حاصل يبقى تاخد كل حقوقك إذا تلقق على الإبراء يبقى ساعتها أنت اللي تنازلت عن هذا الحقوق وعلى فكرة الطلاق على الإبراء مش لازم تتنازل عن كل الحقوق حسب التفاوض اللي بيقع بينكم ممكن تسيبي بعض وممكن تسيبي الكل فإذا المسألة مش معنى أن أنت لو أنك أنت عندك أي نوع من أنواع الدر فطلبت منه الطلاق فطلائك طلاقا رجعيا يبقى أنت مش تاخد حقك لا أتاخد كل حقوقك فحسب هيئة الطلاق وصيغة الطلاق وشكل الطلاق هو ده اللي هيحدد أنت أتاخد حقوقك ولا لو طلاق رجعيا أتاخد كل حقوقك لو طلاق على الإبراء حسب اللي أنت تنازلت عنه هو ده شرع ربنا وشرع ربنا ما بيرضاش من الظلم يا بنتي السؤال اللي بعد كده بيقول سلام عليكم أنا جوزي حلف عليا بطلاق يعمل إيه عشان يردي مفروض يردني ولا حاجة خالص أول حاجة ببساطة خالص يتصل بمية وسبعة عشان يعرف إيه الطلاق ده وقعوا لما وقعش ولازم نتطمن وأنا ما بجاوبش على أسئلة الطلاق في الغالب لأن أسئلة الطلاق ما بجاوبش على أسئلة الطلاق مش في الغالب يعني أننا ما بجاوبش أنا ما بجاوبش على أسئلة الطلاق في الهوى لما يكون السؤال ما بعطلي ليه أنا لازم أتحقق بوسوا يا سادة ما ينفعش واحد يفتي في طلاق من غير ما يعرف الصيغة ومن غير ما يعرف السياق ومن غير ما يعرف الدواف ومن غير ما يعرف حاجات كتيرة فما ينفعش إن حد يجاوب في مسألة طلاق وهو إيه ما عرفش تفاصيل دي فيبقى الحل هو إيه تتصل على مئة وسبعة أو يتصل على مئة وسبعة تكون جنبه ما فيش مانع أو يتصل بي عشان أتحقق من ماذا قال وأنا في الغالب مذهبي وطريقتي ما بحبش قفتي في مسائل الطلاق على الهوى فيتصل على التليفون بتاعي لإن السؤال على الهوى ممكن يكون بنتعرر لكثير من الأسباب وأنا بنصح الناس دايما بقولهم كده السؤال في الطلاق على الهوى في أوقات كتيرة بيخلي الناس تتكلم عن أسرارها وتتكلم عن شوية حاجات وفي تحقيقات ساعات الشخص ما بيحبش يسأل عن التحقيقات دي عشان أسرار البيوت وإحنا دايما عندنا بننبه الناس أرجوكم الفتوى أحد القيم الأساسية في الفتوى هي حفظ السر وجزء من حفظ السر أن أنت تحافظ على سر الناس قبل ما تطلع وإنتوا بتشوفونا وإحنا بنتكلم مع الناس لما بتبقى المسائل الدخلة بقى في كلام ما يصحش أن الناس تسمعوا إحنا بنكون حريصين أن الكلام ده يحصل وعشان كده فتوى الطلاق من أفضل الأشياء أن هي تسأل ليس على الهوى عشان فيها أحوال كتيرة بتبقى أشياء تتعلق بعراض الناس وبسترهم فلابد أن احنا ننتبه لده يا سادة احنا النهادة تكلمنا وبوضوح عن نموذج راقي اسمه نموذج التحرر النموذج التحرر له التحرر من الإدمان إدمان الغضب إدمان الديق إدمان الوجع إدمان الألأ كل الإدمانات دي عندنا نموذج ربنا سبحانه وتعالى جعلهن في هذه الأيام المباركة نموذج رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعراض في سبع خطوات لو سننا عليهم عنيتحقق النموذج ده وإحنا كمان قلنا شوية إجراءات أرجوكم نرجعوا للإجراءات دي للسبع خطوات دي خطوة الاعتراف والتوبة والمبادرة بالتوبة خطوة يقين من أنك في سلام وأمان الله خطوة الحياة من الله خطوة العرفان أن تعرف الله بأنه الملك وليس إدمانك ونعاية العالم فحياتك بيد الله ولاست عبدا لشيء خطوة أن أنت كمان لازم تعرف أن أنت تغير من صحبتك بعد العرفان عشان دي السماء اللي قابل فيها الرسول الله سيدنا هارون خطوة الستة هي خطوة أن أنت كمان تبقى تدير ضغوطك عشان ضغوطك ما تحولكش إلى إنسان منتكس آخر حاجة عليك بالصبر والسبات وده اللي تعلمناه من سيدنا إبراهيم وبكده تبقى مشيت خطوة ومشيت الطريق بتاع السبع خطوات للتعافي من الإدمان فيه إجراءات كتيرة إحنا ذكرناها في الحلقة أرجوك رجع لها وهذه إجراءات كلها بتصب في أنك أنت تتغير وتخرج من إدمانك اللي هو سجن إلى سعة رب العالمين وتبقى في منت وفراحة أن أنت وصع عليك وكأنك بقيت في صدرة منتهى الحياة لما تكون في سعة مولاك يا رب العالمين أكرمنا واجعلنا من الآمينين في كل وقت وحيد شكرا